السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اذا كنت مهتم بلعبة goal of duty او بوب جي موبايل طبعا مهتم ومشاكل فيا مشاكل فيا صوت فيا اللاك فيا التعليق فيا ان ما عام تنزيل طبعا متل ما شايف انت الشباب شو كاد بيلي طبعا عندن بتعلق على رقم خمسة او هيك ما شبه ذلك انا بتعلق عندي على رقم صفر ان شاء الله راح نحل المشكلة لا تنسى تشترك اذا كنت مهتم بلعبة goal of duty وتفعل زر الجرس خلونا نبلج ان شاء الله طيب انا بس بتفرجيكم اللقطة صغيرة عندي يعني انت معلق عندك على رقم خمسة والاخ الثاني معلق راه عنده على رقم ستة طبعا انا معلق عندي على رقم صفر طبعا هي المشكلة بسيطة لا تقدم الفيديو ولا تأخر الفيديو راح تحل المشكلة تابعني وحدة وحدة لحتى تشوف يعني للنهاية يعني انا راح فيديو تاني راح تشيل اللاق نهائيا كمان من اللاق طيب اول شغلة بيلزم لك تنزل هاد البرنامج هاد البرنامج ملور راح تلاقي اسمه تحت بالوصف انت بتنزله وبتفعله وبتشغله طبعا من اي موقع مليان يعني على اليوتيوب بس حط اسمه انا راح اكتب لك اسمه انت حط اسمه ونزله للبرنامج وعمل فحص كامل لازم تعمل فحص كامل البرنامج راح يشلك جميع السيرفرات الموجودة عندك طبعا شوف انت كل هاد الاسمه كله تابع للعبه يعني تابع لبرنامج game log طبعا هو برنامج كمان يعني لا يعلق عليه بالفحص وبالتنظيف وبالفيروسات والاخره طبعا ورح يفرق معك اداء الكمبيوتر برضو رح يفرق معك احذف كل شي بتشوفه احذف ولا تخاف كل شي موجود على اليوتيوب يعني كل اي شي بتخسروا والموجود على اليوتيوب يعني ما رح تخسر شي طبعا انا نضفت حملته للبرنامج ونضفت البرنامج يعني نضفت فيه للبرنامج كامل اعمل فحص كامل رجعت نزلت برنامج malware وبرنامج تابع كمان لمالو ありر طبعا واحد مجاني واحد انا فعلته كمان نضفت فيه ونضفت فيه يعني بالوضعية الامان يعني هي وضعية الامان. انت ما رح تنظف وضعية الامان. انت خليك طبيعي يعني خليك عم تشتغل على الصفحة عندك عادي. ما في من شكل يعني. المهم بيكفي لو تنزل برنامج جرينت سوفت طبعا بيكفي. بس انا يعني متل ما بيقولوا يعني بما انه عم نظف ونظف نزلت البرنامجين ثلاث برامج ونظفت فيهم. طبعا متل ما شايف انا حتى مالور نزلت وانت يعني ما في داعي اذا بدك انت ما في داعي. وازا بدك فينك تبحس عليه كمان مع التفعيل كامل طبعا انا شوف كيف مفاعلوا كله. المهم وكمان تعمل تنظيف في يعني اذا كان في شيء ما بعرف الله اعلم. المهم بعد ما بتنظف برنامج جرينت سوفت طبعا بس انا بنصحك بهذا البرنامج. بعد ما بتنظف في هذا البرنامج راح اترك لك انا رابط موقع اللعبة. راح تنزل اللعبة بس اللعبة ما راح تنزل المحاكي بس بدك تنزل اللعبة. طبعا راح تنزل اللعبة متل ما متل اللهم صلى على سيدنا محمد الفيديو اللي قبل هذا. او اذا عندك اياها انت خلاص اوكي ما في مشكلة طبعا انا عندي اياها على سطح المكتم. يعني ما في اي مشكلة. هي نفسي اللي حكينا عليها بالفيديو القديم اللي قبل هذا الفيديو. راح تضغط عليها تشغيل كمسؤول. يعني يفضل انك تعمل عليها تشغيل كمسؤول. كليك يمين بعدين تشغيل كمسؤول. يعني متل ما هلا انا بدي اعمل. طبعا انا ليش عاملك تابعني واحدة واحدة. انا اسرعت الفيديو وقطعت منه للفيديو بصراحة كتير. لاني اخد معي وقت كتير حتى مش الحال. يعني انت على هل عشر دقايق اللي عم تشوفهم. طبعا انا اخد معي تقريبا شي ساعة او ساعة ومص حتى مش الحال وان حلية المشكلة. يعني انت ان شاء الله تتابع الموضوع واحدة واحدة لا تقدم لا تسرع. انت ما لك بهذه الشاشة اللي طلعت هادي اني ما عم يستجيب وما بعرف شو. انت ما لك فيه لهادي. المهمة تكليك يمين متل ما حكينا كليك يمين وتشغيل كمسؤول على الايقونة جول الف ديوتي اللي انت نزلتها عندك على سطح المكتب. عمل لها تشغيل كمسؤول حتى ما يحزف المالوير حتى ما يحزف لك اياها. المهم بعد منا راح تطلع لك انت هالصورة هاي دي بتعطيها يعني تحميل بتعطيها بدء او تحميل حسب انت شو بيطلع عندك على الشاشة. طبعا هون راح ياخد وقت يمكن عشر دقايق يمكن ربع ساعة بس ما بعتقد يعققي يعني ياخد اكتر من عشر دقايق ازا عندك النيت وسط طبعا انا عندي النيت زفت يعني صفر صفر عندي النيت صفر انا ما كويس ابدا ابدا. المهم راح تنطر انت هوني عشر دقايق او متل ما حكينا ربع ساعة او ما بعرف الله اعلم يعني حتى ما حدي يقلي اني نصلي نص ساعة عناطر. المهم لازم تنتظر لازم تصبر حتى تكتمل هادي الحركة او هاي دي العملية. المهم بعد ما بتكتمل هادي خليها بس شوي انا عم اسرق الفيديو. يعني خليها شوي. طبعا انا حاولت ما اقطع من الفيديو كتير حتى تفهم كل شيء. طبعا بعد ما بتجيك هادي كمان بتعطيها اوكي على تشغيل. بتكبس على هاي الخضرة تشغيل. وطبعا راح يستخرج لك ايقونة نفس ايقونة اللي حملتها انت. وراح يفتح معك بهذا الشكل. ما تكبس ولا على شيء. سيبوا لوحده. يعني ما تعطيه اني تحديس مش هما يصير عندك تقل يعني بين المحاكي وبين اللعبة. سيبوا لوحده حتى ينتهي حتى يصير مية بالمية. طبعا متل ما شايف انا كان عندي صفر يعني صفر بالمية ما كان عم يحمل. شوف فلا يعني صار ماشي الحال. طبعا انا هون ماسرع شوي الفيديو. انا هون اسرعت شوي الفيديو. يعني هو اخد معي باعتقد تقريبا شي يعني عشرين دقيقة او قمسة عاش دقيقة. كان محمل اللعبة وتخلط اللعبة كله يعني كان تمام. المهم بتنتظر حتى يصير مية بالمية. طبعا هو بجوز يوقف عندك على تسعة وتسعين شوي وياخد وقت بعد منه حتى يصير مية بالمية. لا تهتم لهذا الامر. انا متل ما اتلك بس اصبر. طبعا بعد ما بتنتهي ما فينا نخرج حتى نضغط على تحديس البرنامج. يعني بعد ما بتخلص لازم تضغط على هاي دي الشاشة هلا اللي كانت تطلع من شوي. المهم كمان بتصبر شوي. يعني لا تستعجل وتطلع من اللعبة اني ليش السمعة لا تستعجل وتطلع من اللعبة انا باني ليش تلك سمعني من الاول للاخير. طبعا متل ما شايف انت بلشت كمان اللعبة تحمل الملفات او المجلدات يلي خاصة باللعبة حتى تشتغيل. هلا انت من المحتمال اه بس بعد ما بتفتح الهلا انا فاتح من اللهم صلى على سيدنا محمد من اللعبة نفسها. انت بجوز تفتح المحاكي يقول لك المحاكي يعني حدس اللعبة. اوكي اعطيه تحديث ما في مشكلة. انا قبل ما تنام في نكت تعطيه تحديث للمحاكي. يعني حتى يحمل على المحاكي. طبعا هون بتصبر. يعني انا اخد معي تقريبا شي ساعتين او ساعة ونص يعني حتى اكتمل كله يعني صار كمبليت. طبعا متل ما شايف كمان عمي حمل انا اسرعت كمان شوي الفيديو. يعني هلا انت هل عشر دقيقة او عش دقيقة يلي عم تشوفها انا اخد معي تقريبا شي ساعة ونص او ساعتين. ولكن ما في مشكلة المهم انه انحلت المشكلة. لاني في ناس خلاص بتعسلج معهم هادي المشكلة يعني كلمة بتعسلج يعني بتعلق معهم هادي المشكلة وما بيعرفوا يحلوها. بيروح بدوروا عفيديوهات كمان نفس السيستيم وما بيعرفوا ولا بيستفادوا شي. انا قلت لك اني في سيرفرات معلقة عندك في الكمبيوتر فلازم تحزفها من جزورة ببرنامج. طبعا هذا انتي مالوير. طبعا هو بيعتبرها انه سيرفرات فلهذا السبب هو بيحزفها. لا تشغلوا للبرنامج الا وقت يعني بدك تعرف انك بدك تمسح مجلدات منه للعبة او بدك تحديس. لانه رح يعتبرهم كله فيروس ورح يحزفون. المهم متل ما شايفين التقطيعات اللي اسمعوا التقطيعات طبعا بتجيك هذي الخيارات وبتعطيها تحديس او ازا بدك تحدس قبل ما تنمى في مشكلة. هون بتعطيه تأكيد متل العادة بقى بتدخل وبيحكو لك قصة حياتهم طبعا بتعطيه تأكيد. طبعا سامعين صوت التقطيع والتقطيش واللايك يعني شيء ما طبيعي خرافي العادة. طبعا الحلقة اللي بعد هيدي ان شاء الله رح نحل مشكلة بتعليه والشغلات هيدي. وباخر الفيديو انا حطيتك مع تعزين لاني انا حلات التقطيع والتقليع انا حلات المشكلة الحمد لله رب العالمين. طبعا هون بتدخل خلاص عادي يعني منرجع ومنحكي ان هو الفيديو فيني عمله انا بخمس دقايق بس لكم انه نزلوا هدا البرنامج وحزفوا المجلدات وما بعرف شو. ولكن بس انا لوضح لك اكتر ان شو لازم تعمل انت وفرجيك التقطيع اللي باللعبة. وقل لك انه الحلقة اللي بعد هيدي ان شاء الله رح نحل مشكلة التقطيع. ان كانت بوبجي ولا ان كانت اه اه. طبعا هدا اللعبة هيدي. هون انا عملها بشوي. اه طبعا بعد ما صلحت مشكلة التقطيع واللاق وهالشغلات هيدي. المهم متل ما شايف اللعبة يعني اشتغلت معي وكله تمام التمام. طبعا مش هما تقول اني هدا الفيديو من مبارح ومن اول مبارح وما بعرف شو. طبعا هدا الفيديو كلاته بس انا يعني شغل نفس اليوم بس انا موصلهم مع بعضهم بصراحة. وقلت لك انا اسرعت شوي من الفيديو. وقطعت شوي من الفيديو حتى يعني نختصر من الوقت بقدر الامكانين. حاولت سوي للعشر داية بس بصراحة ما ازبط معي يعني. اه ومتل ما شايف اللعبة يعني سيلسي معي وكله تمام التمام. طبعا بعد ما انا اشتغلت عليها شوي مشان التقطيع والشغلات هيدي والتعليم. خاصة انا كمبيوتر يعني ضعيف مانو قوي. يعني ما وسط تحت الوساط انا عندي. المهم اذا في اي مشكلة انا بتمنى تحط لي تعليق ولا تنسي الاشتراك وتفعل زر الجرس ضروري حتى يصلك كل جديد. طبعا وخاصة باللعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.